حيث أوقفت مصالح الأمن بتبسة ثلاثة أشخاص يشكلون فيما بينهم عصابة إجرامية متخصصة في تهريب أوبيل أسلحة النارية من الصنفين الأول والخامس حيث تم استرجاع مسدس ألي روسيا الصنع من نوع مكروف وبندقية مضخية تم إدخالهما بطريقة غير شرعية عبر الحدود سليم دريد رصد تالية تمكنت قوات الشرطة بالفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تبسة بعد استغلال معلومات دقيقة وردت إليها حول مجموعة إجرامية تمتهن متاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الأول وإكمال الإجراءات وبعد اختار نيابة قامت بتفتيش أحد المنازل أين تم حجز سلاحين ناريين الأول مسدس أوتوماتيكي والثاني بندقية مضخية كما تم توقيف ثلاث أشخاص يشكلون مجموعة إجرامية للمتاجرة غير شرعية بالأسلحة من الصنف الأول ترجمة نانسي قنقر